دلوقتي جمعاتكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي نجوم أفقام على كيفك مساء الخير ومساء الفل على كل الناس اللي بتتبعنا على نجوم أفقام ومية فصلة الستة أنا معاكم والمدة ساعتين من دلوقتي وويك أند ويوم الخميس وده معناه إن لازم يكون معانا نجم مختلف ونجم عايزين نتعرف عليه أكتر وأتمنى بجد 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 إن أنا أكون بقدر على قد مقدر أنا قلت بقدر كتير قوي دلوقتي بس يعني أتمنى فعلا إن نكون بنقدر نجيب لكم النجوم اللي إنتوا فعلا بتبقوا عايزين تعرفوا حاجات عنهم وأسرار عنهم أكتر وبيفكروا ازاي وبيشتغلوا ازاي وتفكيرهم حتى ورؤيتهم للمستقبل بتكون عاملة ازاي بنسعى دايما وبحاول لابز المجهود كبير جدا إن دايما أجيب لكم النجوم اللي إنتوا بتحبوهم مهرجان القاهرة خلص خلاص وعايز أقول كانت دورة موفقة ودورة نكحة ودورة فعلا كان فيها تغيرات كتير وكان فيها حاجات حلوة كتير قوي بجد يعني زي ترميم الأفلام زي الندوة بتاعة بيلاتار زي احتفالات خمسين سنة على أفلام مصر العالمية زي كان فيه ووركشوب كتيرة كان فيه ماستر كلاسز مهمة تكريم نونيا الرائع بجد بجد تحية كبيرة جدا لنجمنا الكبير رئيس المهرجان حسين فهمي إنه فعلا بزل مجهود كبير جدا وحتى كمان البروتوكول اللي كان حطه بالنسبة لللبس والأبيرنس بتاع نجمنا كانت حاجة شيك ورقية وتليق جدا بمصر والمصريين طول عمرنا كمصر والمصريين عندنا شياكة وعندنا رقية في مظهرنا يمكن في الفترة الأخيرة زي ما بيقولوا تلخبط دمع دا شوية ولكن في النهاية كل حاجة لازم ترجع لأصلها الحقيقي فمبروك الدورة الاربعة واربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي من حسن حظي النهاردة إنه أنا كمان منورني يمكن بسبب وجود مهرجان القاهرة في الفترة اللي فاتت يمكن بسبب وجود عرض خاص لفيلمه ولكن أنا سعيدة إنه هو معايا ومعاكم النهاردة يوم الخميس وبداية الويك أند معايا فنان شاطر جدا وليه حضور وطلة مختلفة مجتهد بيشتغل على نفسه طول الوقت خطته أنا حاسة إن هي مختلفة هو أعتقد إنه هو تلعف أكتر من مرة شرح الخطة اللي هو أو الطريقة اللي هو ماشي بها في حياته بس أنا النهاردة كينجي علي أحب إنه أنا أتعمق أكتر وحاول أوصله أكتر وعرف منه هو بيفكر إزاي هو شايف المستقبل إزاي لأنه هو من جيل الشباب وجيل متعلم وشايف وسافر وعايش ما بين مصر وإنجلترا ما بين مصر ولندن عنده إمكانيات كتيرة جدا لسه ما طلعش منها الكثير والكثير بيثبت وجوده مع كل عمل مش بس كده كمان بيقدر يمتعنا بالأفلام اللي بيقدمها لنا سواء كانت سينما دراما بيحاول دايما إنه هو يختار أكيد بيواجه صعوبات كتيرة ولكن النهاردة معايا ومعاكم أمير المصري والأول مرة على إزاعة نجوم أف أم جي قبل كده معنا على نايل أف أم بالإنجليزي النهاردة بالعربي وبالمصري وعلى النجوم أف أم ومعايا أنا إنجي علي في أسرار النجوم أمير المصري إزايك وننورني واو بجد مرسي على ده أنا على فكرة أنا بقول لك كلام أنا حسن أنت طلعت فعلا في أكتر من انترويو اتكلمت بس أنا النهاردة عايزة أسألك كده سؤال مين أمير المصري سعاد حسني على فكرة سألت حسين فهمي السؤال ده فخلي بالك من زوزو قالت له من أنت قالت له ده أصعب سؤال ممكن أتسئل في حياتي فعلا أنا حاسس أنا بتغير كل سنة صح وبتعلم حاجات كل شوية كل فترة يعني الفترة الأخيرة تعلمت الصبر تعلمت أن الحاجة اللي هديلك هديلك في وقتها بس يعني أنا ممكن أقول دلوقتي أمير المصري مبسوط وراضي عن العمل وراضي عن العمل وحاجات كمان ممكن ما كنتش حابب النتيجة توصل لكده بس يعني عندي شوية أكسابتنس راضي عن اللي حصل يعني قبل كده ما كنتش قبل كده كنت دايما بفكر كتير بفكر بأفور في التفكير قوي لا كنت إنسان تاني وأيام رمزي كنت بنى قدم تاني رمزي دي كده بس فعلا إحنا بنتغير إحنا بنتغير من مرحلة لمرحلة يمكن علشان كده بقول أن أنا شفت انترويوز كتيرة لك بس النهاردة برضو عايز أسألك أسئلة لأن النهاردة أكيد ردودك هتكون مختلفة لأنك شايف الحاجات كلها مختلفة في الأول خالص عايز أقول لك أولا ألف ألف مبروكة على فيلمك هاشتاج جوزني صح هاشتاج جوزني مع مايان السيد وفيلم كوميدي ولزيز ورومانسي فيه شوية حب أنا أنا بصراحة أنا بحاجات دي جدا وبحب بحب أتفرج على الأفلام دي ما بقولش للناس كتير قوي بس أنا بحب فعلا يعني أصحابي دائما بيصفوا كده علي بس أنا فعلا أنا فعلا بحب الحاجات اللي بتطلع من السينما وانت مبسوط مم مفيش حد بينكد عليك ولا أي حاجة ومفيش حد بيخليك تقعد تفكر جامد وأكل نجمع وفيه قضية إجزاكلي إجزاكلي كده سمود وحاجة بطلعك متسامة أنا بحب أمثل الحاجات كمان اللي فيها قضية وفيها سرة مهمة برضو بس في الحاجات اللي أنا بحب أنتوتين الناس بحب خليهم يا إما يخرجوا بحاجة رسالة أو يخرجوا بمبسوط متسامة على فكرة ده في حد ذاته اللي انت بتقوله حاجة مهمة جداً أنت تخرج المشاهد من السينما أو حتى لو قاعد على أي بلاتفوم تفرج على فيلم فك شوية ارتاح شوية غير قاعد ليس تفصل من ضغوط الحياة لإن إحنا الحياة دلوقتي الحياة صعبة فيها سترس كبير فيها طول الوقت بتعطي تفكر تفكر دماغي درجة أنك سابت وعايز تمسك راسك تقول كفايرا عايزة أوقفت أفكير مش قادر بيحصل لك كده ده حقيقي ده حقيقي أنا بتفكر طول الوقت أنا زي ما قلت من شوية أنا كنت دائما بفكر كتير وأي حاجة ممكن تقصر علي بسرعة وكامل الأفلام أنا ممكن ممكن الفيلم يقعد معايا كم يوم كده قاعد أفكر 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 زي إيه يا أمير أفلام زي إيه يعني تفرج على فيلم وتحس إن الفيلم سايب حاجة جواك أو ما خليك تفكر يعني فيلم خلص ولسه عايش معاك الفيلم لسه بتفكر فيه في أفلام شفتوها شفتوها في المهرجان الحاجات اللي بتكلم عن الغربة أو أو مثلا تفرجت على فيلم مع السايد رجب في المهرجان 19 أو 19 بيه الوحدة إنه قاعد واحده كبير في السن حاجات دي بتقصر علي جامد بتقصر علينا إن إزاي واحد يبقى في آخر حياته ومفيش حد هو الوحده حاجات دي بتقصر علي قوي يعني ده صعب قوي يعني في الأول كده خلص عايزة أسأل أمير المصري إيه اللي حبيبك في السينما؟ يعني إيه اللي شدد وإيه اللي حبيبك في الشغلان هذه؟ أنا وأنا صغير كنت خجول جدا جدا ويعني مامتي كانت كانت عايزة يعني تخرجني من من الحتة دي فكنت دائما بروح ورش تمثيل وابتديت على المسرح في لندن وحسيت إنها بنا قدم تاني حسيت فعلا إن أنا وأنا أصلا فعلا لما لما مامك تروح تييب أخويا من المدرسة كنت دائما بالبس ماسك دائما بالبس كاب سوبرمان مش عارف إيه ما عليك شروح كأمير كنت بخاف أو كنت مثلا باستخبى بكسف بس طول ما أنا لابس حاجة باستخبي ورا شخصية شخصية فهي شافت دا وقالت طب طب دا ممكن يعرف ممكن ندخله في تمثيل بس كهوبي كهواية مش مش كشغلانة يعني بس فهي بدأت كده مين بعد كده مين اللي كنت بتحبه قوي في الشغلانة دي أو اللي حبيبك في الشغلانة دي يعني كمخرج أو كممثل جوه وبره بره مارتين سكورسيزي المخرج طبعا دامن كان بيكلم على قضيات مهمة قابلته أنا بجد في مهرجان مراكش اهد يعني اهد the pleasure to interview him for 10 minutes how was he can ايه جنن ايه جنن ايه جنن ايه جنن واثق من نفسه اه وعارف هو بيعمل ايه انا حضرت اه حضرت كده توك ليه في لندن وقد ايه هو بيحب السينما وبيحتفظ على الجمهور اللي بتفرجوا على الافلام مش بيهموا الارادات مش بيهموا ان الفيلم ده هاي اه خالص خالص اه وفاري سنستيف هو حساس جدا حتى كمان انت اكيد عارف طفولته كبر ازاي وحب السينما ازاي واشتغل ازاي اه ما كانش برضو بيرعب مع صحابه وهو صغير وكان التوالد بيقعد يتفرج 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 فحب حب الشاشة حب اللي بيحصل ورا ده هو فاري فاري انترستين هو مهتم كمان بال ان لما تفرج على الفيلم تفرج مع ناس غريبة ناس مش 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 مسوحابك بس ناس اه اه يعني فورنرز او الافلام تبقى مش لوحدك بس فهو كان بيقول ان هو كان متضايق ان نتفليكس والمنصات مش بتجمع الناس مع بعض انت حاس ان المنصات دي ضافت للشغلانة ولا اخدت للشغلانة اه ضافت وكمان اخدت من ال ان انت تبقى قاعد مع ناس بتعرفهم مش في السينما تتحكوا عا نفس الحاجة بتعياتوا عا نفس الحاجة وانا فعلا انا بتحك اكتر وانا في السينما هو بيقول لك ده بيقى معدي يعني هو بيبقى زي انت اللي جنبك بيتحك فتلاقي نفسك انت كمان بتتحك اللي جنبك بيتأثر وبيعايد بالضبط الكوميدي اثر معهم اكتر في السعودية كانوا بيموتوا متضحك وهنا بيتحكوا برضو بس السعودية بتحكوا اكتر اه هنا رومانسين اكتر المصريين رومانسين شوية صح فهم حبوا المشاهد المبيني وبين ماين حرجع تاني لمارتن سكورسيزي ولو سألتك لو في عمل من اعماله انت بتفضله لو بتحب انك تعمله بس ايه بس ايه الفيلم اللي انت مش ممكن تفوته لمارتن سكورسيزي يعني بيبقى كده عندنا افلام ريجين بول مثلا تاكسي درايور انا ببسوطها قوي ان انت مشفت الافلام دي بس دي سجنرائشن للاسف الشديد اني جيل الصغير ما بيكونوش شافوا الافلام دي يعني ريجينج بول ده فيلم للمخرج مارتن سكورسيزي ده ابيض ويسود وناس كتيرا ما ما تعرفوش للاسف الشديد وده فانا انا مبسوطة قوي ان انت شفته اهاب اخويا كبير كان دايما بفرجنا الافلام دي كان دايما بفرجنا على كاسينو بتاع روبر دينيرو لا 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 هو كان مضمن لروبر دينيرو والبيتشينو ومارتن سكورسيزي فكنت دايم بعضما بتطرج على الأفلام ريجينج بول بتحبو اتين تاكسي درايفر تاكسي درايفر ايه كمان لا حاجات كلها الأزيمة لا لا هو كمان الحاجات الاورايوة يعني انا كنت دايم بحب كمان الافلام زي catch me if you can دا مجزيزي اعجبك catch me if you can نعم 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 و The departed من مخرج مصري اثر فيك بردو. عندنا مخرجين عباقرة. في كتير. اه في مروان حامد. اه في من كمان. مروان حامد جديد من القدام. من القدام? من القدام. انا سعيدة. لا بس انا لا بس انا سعيدة ان انت شاب وبتشوف الافلام بتاعة المخرجين الكبار لان للاسف الشديد ان في اجيال بتطلع النهاردة. بتطلع عايزة امشهورة. عايزين يبقى عندهم فولوورز ولايكس ومش عارف ايه والناس تشاور عليهم ولكن للأسف الشديد. انا عمري بدخلت التمثيل عشان اتشهر خالص خالص. هاي كانت اصلا كانت اه كانت تجربة الاول عشان اه الاقي نفسي يعني في حاجة. اه وكمان المسرح مش بيبني كارير ان انك انك تتشهر. خالص. بس هي جات بالصدفة. ازاي? جات اه يعني اه في لندن جات من معهد اه اسموه لامدا. كان شغل تخرج لي ان اعمل مسرح اه بسحي اسمها بريزنرز دي لاما. وكان في اه اه كاستنج تابع المخرج جون ستورت. اتفرجوا على المسرحية فطلبوني ان اعمل اوديشن لفيلم روزواتر. ويه كزا. فبس انا. وبدأت من هنا. بدأت من هنا. انا اصلا كنت عايز اكمل المسرح. حبيت المسرح. انا مود من المسرح. لسه ولسه بمسها المسرح في لندن. احلى حاجة في الدنيا. باموت في. لو جالك عرض المسرحية زي المسرحات اللي بتوقع موجودة في لندن. اللي بتقعد بالسنين والسنين. would you accept? like phantom of the opera. jesus christ superstar. انا بحبش حاجات الكميرش. بتحبش الحاجات الكميرش. لا انا انا بحبش حاجات الكميرش. الحاجة اللي هي بتقعد كتير كمان. لا لا مش اوي. مش اوي. يعني ممكن. 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 الكوريوس انسيدنت. وعايزي عايزي اكتشف مين قتل الكلب بتاعه. عجبني جدا انتقصرت اوي اريت اصلا الكتاب قبل ما شوف المسرحية. لا عجبني اوي. لان طبعا انجلترا او لندن برضو هي هي المسرح. هو ده المسرح الانجليزي اللي بنشوف من خلاله كل انواع الفنون. وبجد بتبقى الشيء بجد حلوة. حاجة شيك قوي. حاجة شيك قوي. هناك فعلاً لما بتروح المسرحي بتروح المسرح الناس اللي بيجوا بيدرس اوب بيلبسوا كأنهم راحين فرح مثلا. نفسي تقول الكلام ده الهنا يعني. بجد. ما بيروحوش بالجينز بالعكس بيروحوا لابسين ومتشيكين وبتبقى خروجة وبتبقى سهرة وفيها كده عاشة وفيها كده يعني بتبقى حاجة شيك حلوة. ولكل الناس. لكل الناس يعني هما كمان دلوقتي بقى لهم ممكن عاشر سنين. آآ زمان قوي المسرح كان غالي. كان عشان آآ عشان يعني تشتري تروح تزاكرة كانت غالة جدا. دلوقتي يعني مثلا كل يوم من اتنين او التلات آآ التذكرة مثلا ب بخفضوها يعني ممكن بنص التامن او اكتر. عشان عايزين كل الناس يتفراجوا. او احيانا مثلا لو آآ بيعملوها مثلا لو لو انت طالب. فالحاجات دي بردو بتساعد. بتساعد. لان انا شايف ان المسرح مش بس آآ مش مش حاجة متاع بس حاجة بردو ادوكيشن. طبعا. صح. انا سعيدة بالكومورسيشن جدا. مي حد هنا من مصر في مصر بتحبوا على المسرح قوي? حد مفضل لك فؤاد المهندس عدل الامام. عدل الامام طبعا. آآ سعيد صالح. سمير غانم. طبعا. آآ كمان. لأ سمير غانم طبعا. الله يرحمه. الله يرحمه. مصر برضو على فكرة ام الفنون يعني مصر المسرح عندها شيء مهم جدا وكان شيء مقدس جدا زمان يعني المسرح. وكان فاكرة الاخوة العربة ما كانوا بجيجوا زمان. وتلاقي في الجورنال من تحت المسرحيات كلها مكتوبة. ويخرجوا وكان بتبقى صهرة. يعني انا بجد نفسي اشوف المسارح كلها بتاعت مصر منورة والشوارع منورة. والافيشات بتاعت المسرح. يعني نداء مني النهاردة ومن امير المصري. لأي حد مسؤول. رجعوا المسرح تاني. رجعوه بقوة. لان المسرح فعلا هو خروجة. آآ خروجة شيك حلوة. الناس تخرج تتفرج على موضوع حلو. على يعني موضوع حلو. زمان يعني يعني انا مش مصدق ان كمان آآ ان استاذ عادل امام كان كان في بودي جارد اكتر من عشرين سنة هاي كده. في مسارح بتعت عشر سنين. آآ. وسبعة سنين وخمستاشر سنة طبعا. لا وكمان في سن كمان ممكن ما اي حد ممكن ما يستحملش. طبعا. بس آآ ده يدل ان في فيه فيه لسه ثقافة الثياتر هنا. يا رب الاجيال الجديدة كمان. يقدمه طبعا. تشتغلش على مشروع كده مع ناس ادك ناس آآ في سنك. وانتو كشباب تحاولوا تقدموا حاجة كده. ياريت ياريت. انا لسه لسه بمسهل مصرح في لندن. بس لو لو في حاجة بنفس المستوى زي زمان ممكن. ليه لا? بس احنا محتاجين برضو دعم من البلد برضو. اي حاجة علشان تتحقق لازم دعم من البلد. لو تسمح لي دلوقتي مضطرين نروح لفاصل قصير. وهنرجح حالا مع امير المصري الشاطر جدا. المتعلم. الفاهم. اللي لا تعنيه الشهرة قدم ما يعنيه اللي بيقدمه. انتو معا. اصرار النجوم. مع انجي علي. على نجوم افقام. ونجوم افقام تي في. وبنرجع مرة تانية بنورني النهاردة. واسرار النجوم 100.6. ويوم الخميس معايا ومعاكم امير المصري. امير المصري بطل فيلم هاشتاج جوزني. وعمل اعمال طبعا كتير جدا ما بين مصر وما بين آآ القاهرة. وعايز اقف مرة تانية عند فيلم هاشتاج جوزني. وإيه اللي شدك آآ في السيناريو. قلتين انت بتحب الاعمال اللي هي رومانس كاميدي او رومانتك كاميدي. وفيه طبعا نمازج كتيرة جدا مصريين هنا في مصر وبرا. وفعلا زي ما انت قلت ان دي حاجة بتضيف كده بتبقى حلوة. عايز اعرف اما شفت السيناريو او ما جالك السيناريو. كان عندك اي اعتراضات عليه. شفته ازاي. وفقت على طول. اللي حصل. علاقتك بمعيان السيد. انا انا اشتغلت مع اه الاستاذ عصام نصار. في مسلسل اسمه النضار البيضة. ويه ونجاح الحمد الله. فقال لي انت تحابب تعمل ايه? بتقول له انا حابب اعمل دور رومانسي. ما عملتش الدور ده قبل كده هنا في مصر. اوي. يعني عملت بس ما كانش اوي. كان كئيب شوية. ام. حابب اعمل حاجة كده. تبست الناس. بس. فقال لي طيب تمام. مفيش شهر بعت لي سكريبت كده. ما كانش اصلا اسمه هاشتا اجاوزني ساعتها. كان اسمه حاجة انا اصابة عمل حاجة كده. بس فقريت. والفكرة اللي في الفيلم شداني اكتر. من من اللاين الرومانسي. في حاجة بتحصل في الفيلم اعتقد ما عمرها ما حصلت في في سينما المصرية. في الحياة. فيك شوية كده ماجيك في 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 الفيلم. بعد ما خلص الفيلم وشفته على الشاشة اه عجبك ردود الافعال انت كنت راضي عن نفسك. انا عمري ما بكون راضي عن نفسي في اي حاجة. ما وسليني اللي بجد كده. ممكن ممكن بعد كم سنة بممكن ارجع الفيلم الوحيد اللي انا كنت راضي عن نفسي اللي هو هو عشان كنت فعلا انا كنت ماشي خطوة خطوة بخطوة مع المخرج والمنتجين كان عندنا مثلا شهر اه او شهرين اه بروفا. فكنت كنت عارف انا هعمل ايه وهيبقى شكله ازاي. الشغل قبل التصوير مهم جدا. مهم قوي. التحضير اهم من التصوير. التحضير ده لو انت مش متحضر لأي حاجة وسايب بالدنيا عشان ترتاجل. لا. يعني ده خطر جدا. جدا. يعني بالنسبة لي ما ما اقدرش اعمل كده. في ممثلين قليني جدا يقدر اعمله كده. زي بايومي في قاد. اه. بايومي جميل جدا ممكن ممكن تديله بس الفكرة المشهد وهو. يكمل. يكمل. وتبقى بحاجة حاجة تانية خالص. وعمل كده في الفيلم ده وبصراحة فضيع فضيع. ردود الافعال جميلة جدا. اصعب او لو قلتلك اصعب مشهد كان بينك وبين مايان او اكتر مشهد كنت شايل همه في هاشتاع تتجاوزني. الرأس. الرأس كان في مشهد كده رأس كان للا اغنية كده في نص الفيلم وكانوا عايزين كانوا عايزين بقى ان نرتجل فقلت لا لا مش هينفع. فكلمت. اجابوا لكم مدرب. انا اجبت انا انا اتصلت بواحدة عرف اسمها منه حسين. هي قصة انك بتدربني الفيلم تاني بلاي. فيلم ان لسه هينزل سانة جاية. فيلم بريطاني. وواو اسمه ايه هو اسمه كلب زيرو وبطلع بتعمل بالي طلع انا اصلا دانسر بالي وبدرب الطلاب عندي في المدرسة فوهي شطرة جدا جدا فكلمتها وطلعها معلش انا عندي حاجة تانية بس حاجة مور لايت حاجة فن كده بس رومانتك وحاجة مبيني ومبين ميان فبس فروحت رحنا عندها في الستوديو ولأ حمده الله خد ممكن ساعتين بس عشان نعمل الكوريوجروفي ايه اللي نفسك تقدمه في الفترة اللي جاية يا امير يعني ايه الدور اللي انت نفسك تقدمه في الفترة اللي جاية والغاية التي مش عارف تقنع حد بيه او مش بيساعدوك فيه يعني انت نفسك تشتغل مصرح في مصر زي ما قلت قبل الفاصل زي وانت تشتغل مصرح في انجلترا في لندن ولكن ايه الدور اللي نفسك تقدمه في الفترة اللي جاية فيه دور معين اكيد انت فيه ادوار كتيرة لسه ما عملتهاش بس ايه الدور اللي شغلك اللي نفسك تقدمه فعلا فيك فيه في حاجاتك كتير قوي ما لسه ما عملتهاش زي اكشن مثلا لسه ما جربتش اكشن خالص هنا في مصر انما عملت اعملت كتير تراجدي ودراما واكشن باره احب يعني العب الانسان الموجود في الشارع هنا في مصر لعبت دا شوية في الاختيار وكان نفسي اكمل بدا شوية بس الحاجات انا بالنسبة لي الورق بيفرق معي اكتر من الجانر يعني مش مشارط ان انا اقول انا او اعيز اعمل كوميدي او اعيز اعمل اكشن لا اعيز اعمل دور بيأثر او فيه اضاية مهمة اعم مهمة للمبو مثلا انا الشداني ان هو كان بتكلم عن اللاجئين او كان بتكلم عن ازاي انت ممكن في لحظة تكون قعد في وسط اهلك او 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 وفاجأة مضطر تسيب بلدك علشان في حرب دا ممكن يحصل اي حد في الحاجات دي بتقصر عليا او الوحدة او او الغربة زي ما قلت فالحاجات دي دي اللي بتقصر معايا اكتر بس انا ما عنديش تشيكليست مثلا بيقول لها انا عمالتتها خلاص هجرد ده بس اللي بيفرق معايا الورق تجربة الاختيار معايا كانت عاملة ازاي وانت بتجسد موضوع حقيقي مصرين كلهم عاشوا من فترة قريبة جدا يعني اكيد برضو ما تيجي تعرض عليك دور عن قصة حقيقية وقريبة غير ما بتعرض عليك دور طبعا تبقى مسؤولية كبيرة قوي يعني انت اللي بتخلق له انت اللي بتعمله تبقى مسؤولية كبيرة قوي يعني انا مثلا في كنت بقى لعب دور محمد الفايد وهو صغير مسؤولية مش بس عشان الجمهور اللي متابعينه وعارفينه مسؤولية ان انا ما مسلوش بطريقة مش عكبه هو كمان خ كنت حطل ان هو كرا لاني يكون راضي عن اللي انت بتعمله انا بصراحة انا حبيته انا حبيته وحبيته اكتر لما م اقريت عنه وعارفت ان قد ايه حارب عشان يوصل لله هو فيه ده لاتي عشان يوصل ان يشتري حاردز عشان يوصل ان يشتري بال Leyando ويثبت نفسه إن هو كان حد مهم في إنجلنترا وفي مصر طيب عايزة أسألك لو وإنت بتقرأ عن محمد الفايد في The Crown عايزة أتكلم على The Crown السيساً لما تعرض عليك يعني The Crown هو عمل مهم جداً وبقاله يعني ده كذا جزء وحاجة مهمة لما تعرض عليك الكاركتر ده أولاً اختاروك عشان الشبه شوية ولا هو الأول خالص كانوا الوكيل الأعمالي في لندن كان كان مراش شحني عشان دودي دودي الفايد بس لأن أنا صغير شوية فبعدين يكلمون يقولون لي ينفع هو يصغر نفسه يبقى من 16 سنة لحد 30 سنة ويلعب محمد الفايد وهو كان صغير فبس فعملت كده حاجة زي كيميا تست مع محمد الفايد وهو كبير اللي هو سليم فكانت كان أول ميتين كان مع سليم قعدنا ساعة بنقلت بعض بنشوف التعبير وشوف تعبير وشوف تعبير وشوف عامل ازاي بيتحكي ازاي بعدين بقى عادنا مع موفمينت كوتش مدربة بتعلم الحركة البودي لانجوش بتكلم ازاي في الانتروبيوهات بتكلم ازاي ومع مراتو او مع اصحابه او في الشغل لقيت ان محمد الفايد عنده تكس عنده حاجات كده تثبت ان هو فعلا مثلا بيتوتر او مثلا لما بيبقى بيوتر بيعمل ايه مثلا بيتوتر بيبقى عنده مثلا هو لما بيبقى في مكان جديد عليه بيبقى لابس بولو اه اللي هو ترتل نكس sortie لاحظت كده اه بيغطي رقبته لو لو مش مغطي رقبته دايما بيبقى حاطة دراسه كده تحت عشان ده يعشان رقبته ما يبقى لابس ببقى ليش معنا رقبته مش عارف. اه دي كانت دايما حاجة لما بيبقى متوتر دايما بيبقى عنده يبقى متوتر دايما بيبقى نزل راسه ونما لو حاد بيسأله سائلة يعني صعبة شوية عليه او مثلا بيكلمو عن دودي ابنه يتوتر و ينزل رأسه إلا إذا هو لابس رأباً شيء أو كربات مثلاً عندما يبقى عندما يبقى في نادي فولم دائماً عندما يبقى يبقى إيد على الأميس يشده دائماً و وجدت هذا في كذا موقف كذا فوتج وهو أصلاً مش عارف الكاميرا عليه دائماً يشد الأميس و يمشي زي الكروكوديل عمره لا يبقى كف إيده فعلاً يخبه دائماً دي ملحوظات مهمة جداً إلا إذا لو هو بيعمل دور الممثل فعلاً لما الفايد بيبقى بيوري الجمهور إن هو موجود بيعمل كده بس طول ما هو ماشي يخب كف إيده لما تعرض عليك الدور ده أكيد طبعاً اتبسطت جداً وأكيد ما ترددتش ما خفتش من مقارنة بيبقى فيه قلق طبعاً بس هذا دور قلق أه طبعاً وده مش معروف أصلاً هو عمره ما قال كده فليه نعمل كده فليه نعمل كده بس عشان الدراما عشان نحط شوية سبايس في في المطلق بس لأنه هو كانت بتعمله قصة حيائية فمش مفروض بالعكس هو كان بيحب مصري جداً ومازال حتى في هارودز لو دخلت هارودز هتلاقي 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 الفراعنا حاطت كله فلا هو بيحب بلده أوي بلده أوي وهو عمل التتش ده عشان كل مرة لما الرويل فاملي يدخلوا هارودز يقولوا لا اللي بانا هارودز فتكروا مصري اللي بانا هارودز في لندن مصري طبعاً ايه تاني في شخصيته عجبك محمد التايفن شخصية بري انترستن حساس جداً انا مكنتش عارف كده حساس قوي وعنده الحتة التفلاف الحب الحب ازاي بقولها مثلاً حب اللي مثلاً انا عشان بواجهك وممكن يعني اعلي صوتي عليك بس عشان انا بحبك مش هجي مش هجيلك بطريقة نعمة بيجي بقوة لو بيحب حد فعلاً ممكن يعلي صوته عليه او يبقى متعصب اكتر ولقيت الديناميك ما بينه وما بين ابنه في مشاهد تشالت بس كان في مشاهد ما بينه وما بينه لي عشان الوقت ولا عشان الوقت عشان الوقت وكان في مشاهد برضو يعني كان في مشاهد تشال انا ودودي وهو كان عنده سبع سنين بمشي بمشي عشان عندي سفرية في لندن و بقوله خلي بالك من البيت انت بقيت الراجل البيت الراجل البيت والبلد بيعايت فيقول له يمسك نفسك خلي جامد خلي جامد بدلا ما يحطنه ويقول له لا انا كلها يومين وثلاتة والاول ما تشوفه هو بيبقى ماشي بتشوف ان هو متأثر بس ما يقدرش يباين لابنه ان هو ضعيف حاجات دي تأثرت معايا قوي امير عايز اسألك اكتر انت عملت كام عمل في لندن تقريبا هاو ماني ممكن خمسة وعشرين عمل حايا كده وفي مصر في مصر اقل اقل كتير ما انا عارفه اعلم يعني مصر رمضان ثلاثة عشرين انا نضر البيضة اختيار اه هاشتاج جوزني مجنونة بيك تمانية ممكن تمانية كملتش عشرة اه 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 سبعة تمانية تقريبا اه مجنونة بيك اه اه الاختيار اه اه جوزني ايه كمان مش كتير عايز تعمل اكتر في مصر اه طبعا عايز تعمل اكتر في مصر طبعا بعد ما اشتغلت كزا حاجة حبيت الشغل في مصر اوي او انا بحب الناس بحب الناس اه 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 في شوية 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 طبعا في العمل في الاخبطة شوية بس انا بحب الناس والناس فعلا عايزين يشتغلوا اوكي في حاجة تتعصبني طبعا اللي هو مثلا الوقت التوقيت المواعيد المواعيد اه من حد يقولك عندك اردر بيقولك قبلها بعشرة ساعات بعني غير حاجات دي بس ببقى عارف مقدر مش زن بحد معين مش بيبقى حد بيبقى مفيش استقصاد لا مفيش استقصاد يعني ممكن بيبقى فيه مثلا ال الدكور مش جاهز او كانوا فاكرنا هيبقى جاهز حاجات كده بتدي اعذار اصلا انت كمان جاي على قد ما استحمل قول على قد ما هستحمل اصلا انت جاي كمان من حاجة شيكون انجليزي التبريتش بريتش و كمان هناك لو عديت 12 ساعة اه هيما تمشي هيما بي覓و انظار كده قبلهاب كم ساعة لانو احنا هنخلص one hour Extra ولازم انت تقول yes or no ممم لو انت مش مش اوكي خلاص production يكفي لو انتو اوكي بي覓و لكل واحد مكافأة سواء في الهيلث أو سواء في أي حاجة تانية يعني مش بس مادياً بتبقى طيب خلاص هنحافظ على مثلاً make sure نيبقى في دكتور معك أو أي حاجة أو مواصلات حاجات كده طيب إحنا حننروح لفاصل تاني ونرجع ونكمل مع ضيفي اللي بنوارني النهاردة على الويك أند ويوم الخميس أمير المصري استنونا ونرجع مرة تانية مع كل مستمعينا ودي في اللي بنوارني النهاردة أمير المصري وأمير المصري بجده هو فنان ونجم شاب وزي ما قلت علي إنه هو بجده شاطر جداً لا يعنيش شهرة قدما يعني إنه يختار مواضيع تكون بالنسبة له وبالنسبة للجمهور ويحاول يعمل إضافة شايف المستقبل عامل إزاي أمير بمنتهى الصراحة أنت فنان شاب اشتغلت برة وليك تجارب هنا في مصر شايف المستقبل إزاي في مصر؟ عايز أعرف من وجهة نظرك أنت كنجم شاب النهاردة شايف إن إحنا ماشينا على الطريق السليم ولا شايف إن إحنا محتاجين نعم يعني إيه؟ إحنا مش ماشينا على طريق سليم قوي بس أنا شايف من آخر الثلاث سنين من تجربتي يعني في في مهرجان القاهرة أنا شايف إن فيه تطور إن في الدعم إن إحنا بنسبورت الأفلام المستقلة يعني كايروفيلمز مثلا بيبقى فيه مسابقة كل سنة بدعموا الفيلميكرز اللي مثلا عندهم فكرة بس وبيبقى فيه بروغرام مثلا لمدة سنة بيساعدوهم في الورش للسكريبت وكما في اللوكيشنز بس هسألك السؤال هل بقى المواضيع اللي هم بيختروها دي بعد كده ممكن يشتغلوا عليها ويقدموها كفيلم سينمي حتى لو ده المفروب بس ده بيحصل 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 مش بيحصل كل مرة بس بيحصل هي بتبقى توازن ما بين الفيلميكر والإنتاج لو يعني الإنتاج ممكن يساعدك بس لو أنت ما ما كملتش أو أو ما يعني ما يعني مخلصتش الدادلاينز ما مش يحصل حاجة بس أنا لأ أنا شفت أنا شفت أفلام كانت كذبت في كايروفيلمز ورجعت تاني في المسابقة فلا فيه فيه موجود بس أن أنت تبقى بادئ من 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 الأول خالص وبفكرة لأ صعب جدا صعب قوي هنا يعني ياريت يبقى فيه بروغرامز للناس اللي عمرهم ما ما دخلوا التمثيل أو يعني لو حطينا كده وان تو ثري إنت شايف المستقبل محتاج إيه عشان يبقى فيه سينما وأفلام مهمة ومواضيع ويعني محتاجين نفكر برا الصندوق أكتار أنا أتمنى أن مثلا شركات تروح لكذا محافظة كذا محافظة مش بس في القاهرة أو اسكندرية بس أن يروحوا في أماكن تانية ما عندهمش الفرص اللي عندنا هنا في القاهرة يعودوا معهم أكيد فيه قصص لسه إحنا مش عارفينها طبعا وموجودة مثلا في أسوان يعني أتمنى مثلا الحاجة دي تحصل أكتر ده لسه مش موجود مواضيع أكتر من المحافظات آه مواضيع أكتر وندعم الفيلميكز اللي هناك ندعم الناس اللي هما حابين يخرجوا أو يكتبوا مثلا مش شرط أن هما لازم يجوا في القاهرة عشان يعجي لهم فرصة ما هو ده برضو ريسك ايه تاني؟ أنا عايز أسمع وجهة نظرك أنت النهاردة كان يجمي شاب محتاج إيه أو إيه لنقصك عشان ترتقي بالسينما دي لأن السينما دي كانت زمانة أو الصناعة دي كلها كانت أهم صناعة في مصر بعد القطن وقوة النعمة بتاعتنا ومهرجاننا فئة ألف يعني هو أكتر واحد في الميدل إيست يعني it's branded فاهم قصدي؟ يعني عندنا حاجات كتير قوي بس أنا بحس عندنا حاجات كتير وعندنا ممثلين وعندنا مخرجين بس في إيه في حاجة there's something missing في حاجة نقصة كام سنة اللي فاتوا أنا مش عارفة هي إيه هقولك يعني مثلا الكاستنج ديركتورز العدد متاع أربعة مثلا في مصر اللي يعني فعلا بيعني يعني دولة دولة اللي بيفرقوا قوي الكاستنج ديركتور اللي هو اللي بيختار الشخصيات اللي بتشارك في العمل أهم من الإنتاج في الحتة دي وهم يكتشفوا حد لو يعني مثلا في لندن مثلا عندنا في لندن بس مش بقولي بقى في منشستر أو ليفر بول أو كده في لندن بس عندنا أكتر من ميت كاستنج ديركتور كلهم اشتروا على المشروع بتاعهم بس وكلهم عايزين يكتشفوا الوجه الجديد ويطلعوا يفرزوا ناس جديدة طبعا لو إحنا كنتظرنا في ال behind the scenes هتلاقي إحنا قرادة عندنا موضع الصات عندنا شاهد والحاجة التانية شاهد وواتشت 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 وواتفلكس وكذا فعندنا we have the platforms وفوق ده كمان برضو في the local channels برضو فمحتاجين casting يعني proper casting directors لكل لكل program يعني أنت كنت مخطط لنفسك أنك تمشي بارل ما بين السينما المصرية والسينما الإنجليزية أنت ولا أنت كتعينك من الأول أنك يعني أنت دلوقتي بيصنفوك كفنان عالمي عشان بتتكلم لغة وعشان بتشتغل برا وبتشارك في أعمال مهمة برا أنت حابب أنك تكمل كده عايزتك تستمر بالطريقة دي شايف أنه هو ده الصح ولا جات معيك بالصدفة؟ هي جات معي بالصدفة بصراحة أنا كنت حابب بس أشتغل برا بعدين لما اشتغلت هنا فعلا يعني حبيت حبيت الشغل هنا مين اللي اختارك ومين اللي شاور عليك أول واحد هنا؟ هنا؟ اللي قال لك لأ أنت لازم تشتغل في مصر أنا كنت لما أعدت مع لا يرحمه أستاذ عمر الشريف قال لي أنه كنت أعدت معي وقول له أنا حابب بشتغل برا أنت قابلته في إيه؟ قابلته في فرنسا أوكي قلت له أنا حابب بشتغل في هوليوود أقل أعمل نص أو ربع اللي حضرتك عملته فقال لي لو هتعمل كده لازم تبدأ في بلدك عشان ما فعلنا هيبقى في ظهرك قال لك كده كان بيحب مصر جدا جدا رغم أنه هو فنان عالمي بس كان دايما يقول لك مصر وكل حتى الانتروفيوز اللي موجودة دلوقتي لو أي حد عايز يشوف يسمع انتروفيوهات عمر الشريف ويشوف قد إيه وكان محب أو يقول لك أنا بسافر برا بشتغل دي شغلانة دي مش عارف إيه بس أنا مصر هي الأساس بالنسبة لي أنت حابب تمشي حسيت حسيت أن هو روحه مصري مش مش فرنساوي أو أو الواحد اللي كان يعيش برا طول حياة ولأ هو فعلا كان بيموت في مصر حابب تمشي على نفس طريقة عمر الشريف حسب حسبب الزروف تغيرت بقت مختلفة بعض عمر الشريف انوالي ما فيش حد زيوه ولا هيبق في حد زيوه بس أنا حابب أشتغل برا و أشتغل في حاجات مهمة زي ما كنت بعمل يعني وبعمل الأفلام اتغيرت طريقة نحن بتفرج على الأفلام اتغيرت برضو يمين عشان من بلاتفورم والسينما والقعدة والقعدة بالزبط طريقة ما بنتفرج على الفيلم اختلفت جدا ده حقيقي فدلوقتي احنا ببقى عايزين نعرف كل حاجة عن الممثل او الممثلة عشان نتفرج عليهم زمان لو مش عارفين اي حاجة عنهم فيه ميسري بنحب نتفرج عليهم في السينما يعني البرائبات لايف زمان كانت برايفت طح وده اللي كان بيشد الناس ان يروحوا للسينما بس دلوقتي لازم تبقى على انستجرام او لازم تبقى على تيك توك او لازم تبقى يبقى عندك ظهور على السوشل ميديا عشان الناس يقولوا او انا بحب الشخص ده هتفرج عليه اكتر افلامك القريبة ليك يا امير يعني الافلام اللي بتحبها قوي على مدر مشوارك الصغير يعني لمبو بالنسبالي لمبو بالنسبالي عشان اخدت فيه جايزة مليش عشان اخدت فيه جايزة كنت متوقع الجايزة لا خالص بكتش متوقع لا والله انا 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 عايز اقول لك لما الفيلم ده جالي انا اول مرة اعايت وادحك وانا بقرأ انا بقرأ فكلمت وكيلا اعمالي قلت له ده الدور ده ده تابعي انا اخده اخده قللي ما انت عارف اللي حاجات دي مش بتحصل كده لا انا عايزه لا يحل انا حفطس على الدور ده بس فا اعملت وكذا وقابلت المخرج المخرج هنا في مصر دلوقتي جاي عشان مهرجان هو في الجوري السنة دي وانت كنت في الجوري سنة اللي فاتت سنة اللي فاتت صح بس فيه ناس حسيت ان هو مش خايفين من بدود افعال الناس وده اهم حاجة انت لما بتكتب يعني ما تكتبش عشان تبسط كل واحد عشان عمرك ما هتوافق كل وجه عمرك محطرة دي كل الناس انت اكتب موضوع حلو واسيب الناس اللي حابينو حابينو اللي مش حابينو مش مهمة على فكرة بالزبط والافلام النجحة كانت كده الافلام اللي فعلا كانت اخرت من السينما وحد يقول لي ايه الفيلم ده وفيه ناس يقولوا ده ايه ده انا ما شفت ازايه ده 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 فعلا بيبقى فيه ديسكوشن بيبقى فيه كده مناقشة بعد الفيلم الاختلاف الاختلاف اهم جدا ده حقيقي طب انا هسألك هنا سؤال يعني انا محيارني شخصيا اوكي فيه مخرجين دلوقتي وفيه موسلين دلوقتي اه ما بيهتموش قوي بالجمل الحوارية او بالسكريبت اللي مكتوب او لو انت بتعمل نوفل او 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 بيشتغلوا على الفيلم اكدنك عايزين يعملوا صورة حلوة قوي تمثيل حلوة قوي اه حركة الكاميرا الاضاقة او بلاي ستيشن او بلاي ستيشن او مفيش الفيلم اللي كنا بنشوفها انت كنت زمان يعني انت مثلا زي ما ذكرت فيلم زي فيلم رايجينج بول انت عندك اه الحوار اللي كان ما بين روبر دينيرو و جو باشي مثلا او المخرج اللي مش واثق في الممثلين و مش واثق في الشغله هيعمل كده لا قول تاني معلش ده مهمة جدا المخرج اللي مش واثق في الممثلين مش هيركز مش هيركز في الجومال في الورق او في كمان في شغله هيعمل كده هيعمل بقى كاتس و مش عارف ايه و سي جي اي و افكتس و كده و اتس اوكي ده موجود ده موجود بس ده موجود لفناش ناشل على حسب الجانوة برضو لو احنا بنعمل مثلا فيلم اكشن او فيلم مارفل مثلا فيلم في سوبر هيروز تمام بس لو احنا بنكلم على الافلام الناتشوال مثلا مثلا احنا لازم ننقل الممثلين الصح اللي هيجيبه اللي وصله الرسالة انت عايزه هيوصله الاحساس كمان يعني انا ليه اسألك لان انت حد شاب و انا استغربت ان انت بتتكلم على افلام اجناد او عربي قديم اوكي الناس كلها حبة جديد اللي بالصورة وبالتكنيكس و مش عارف ايه و انا شايفة بقينا بنفتقد النهاردة النوعية دي من الافلام يعني احنا كان عندنا افلام لحسين كمان لصلاحة بوسيف اليوسف شهين كل مخرجيننا الكبار كنت طهد بتركز السكتة حاولت كمان الديكوباج الديكوباج مهم جدا ده دي كارثة مصراحة يعني دي كارثة يعني مثلا نبقى عارفين الشوت بشوت بشوت كل مشهد يبقى شكله ازاي المخرج ببقى عارف مثلا هنبدأ الكدر هتبقى واسع وبعدين هن هنخش هتضيق للممثلين ويبقى من كدر من ورا فلان وبعدين هنقومل شوت واسع تاني ويبقى عارفين المشهد يبقى شكله ازاي قبل ما نصوره في كم يعني مخرجين دلوقتي بيستخسروا ده ما بيعملوش دي كوباج خالص هنشوف لما نخش الستوديو هنصوره ازاي ده المخرج اما كان بيقعد يكتب دي كوباج ده كان بالنسبة له عذاب انه يكتب دي كوباج لفيلم معين ويقعد مع الممثل ده كان عذاب دلوقتي دي دون دوت اصلا دي دون فالممثل داخل والله كلهم يعني هقولك بس عصام عصام مصر المخرج هاشتاج جاوزني احنا كنا بنعمل فيلم كوميدي ولايت لأ كانوا بيرسم وبرسم حلق اوية بيرسم كل شوت مشهد شوت مش بس المشهد شوت شكله ازاي مثلا شوت انا قاد في العربية بيرسم كل كدر لا 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 فاضي انا بقوله انت منين طب انت كنجمش بتمين لأني نوعية من الافلام اكتر انا بحب الافلام اكتر ايه يعني ديس تايب ولا ديس تايب ما عنديش تايب معين انا بحبه بس انا بحب الحاجات على حسب المود انا بحب انا مثلا عجبني جدا دامر على نتفليكس يعني حاجة اضياء اضياء حقيقية حقيقية بزبط حاجة دراما يخوف شوي بس انا بحب الحاجات الدراما او الحاجات المور لايت رومانتك كده شوي بس بحب الحاجات اللي فعلا ممكن تخرج منه تقول اوكي واو انا محتاجة اتنفس اتنفس ايه اللي بيميز الافلام العالمية من وجهة نظرك و ايه اللي بيميز الافلام المصرية من وجهة نظرك الروح الروح الورا الفيلم يعني لو انا بتفرج ممكن على حاجة مثلا بحس ان فعلا ده واحد مصري اخرج مثلا مون نايت حامد دياب انا كنت فخور جدا ان هو البيوت اول حلقة حسيت روح مصري الاغاني الكادرات الطريقة كمان للممثلين حسيت ان هو روح واحد مصري ودلوقتي ندخل الاجانب على مصر بطريقة تانية ده اعجبني بس الفرق ما بين الافلام الاجنبية والمصرية البردوكشن طبعا البردوكشن البردوكشن والسكريبت طبعا بس احنا بنوزن الاهم من ايه يعني مثلا في الانتاج برا ممكن يحطوا بجت كاملة على التصوير او الكاميرا او الوكيشن مثلا احنا عندنا اهميات ممكن تانية مختلفة البجت بتروح نوصها للممثل بالاسب بس ده على حسب دي تبقى مشكلة او مثلا الانتاج ممكن يستخصروا ان ايه نصور مشهد مشهد الكلاب مثلا مشهد هيبقى بار نصوره في بيت في نص يوم بدل مثلا برا هنصور المشاهد دي في ثلاث ديان فده اختيار اللوكيشن مهم جدا ونتعب فيه عشان يطلع حلو مش عشان او كي خلاص احنا عندنا بس اتناشر ساعة في اللوكيشن ده ويلا نستعجل نعمل بكل حاجة شوت واحد بس ويلا بين دي تبقى عندنا مسابقة فنية مهمة جدا هنلعبها معاك بس لو تسمح لي نروح للفاصل ولا انت تقول للناس دلوقتي اللي سبسمعونا في العربية دلوقتي تقول لهم هنروح للفاصل طيب هنروح للفاصل دلوقتي وهنرجع بمسابقة برافو امير المنصري انتوا معاك اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم افقام ونجوم افقام تي في وبنرجع مرة تانية مع الضيفي اللي منورني دلوقتي وهو امير المصري وحلعب معاك لعبة كده سريعة وهي اسمها اسئلة المسابقة الفنية يا امير لو سألتك طبعا اعتقدت هتبقى صعبة شوية علينا كلها عن الافلام اللي هنا في مصر بس هحاول اختبرك اوكي قولي ثلاث افلام مصرية كوميديا رومانسية غير هاشتاك جوزني عندنا كتير رومانسية كوميديا افريكانو او برافو ايه كمان ايه كمان الفيلم بتاع عمر الشريف اسمه ايه اشعة حب اشعة حب اشعة حب اوكي ايه كمان متجديد متجديد اشعة حب افريكانو في حاجات جديدة تامر حسني عملها اه بحبك اه بحبك وعمل كمان عمر وسلم وسيد العاطفي وعندنا حريم كريم مصطفى امر والبشا تلميذ عندنا الايدي الناعمة دي كلها افلام اللي هي رومانتك كوميدي حلوة طب قللي تلات افلام مصرية استعراضية 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 موسيك موسيكل 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 فول السين العظيم عندنا اكتر زمان اه ايه كمان تبغيشيني كده كان عندنا فيلم حلو قويل عبدالحليم حافز عبدالحليم حافز اعتقد اخر افلامه هو اخر افلامه ابي فوق الشجرة ابي فوق الشجرة مخرج حسين كمال اه خلي بالك من زوزو اللي كنت بقولك عليه من شوية كان عندنا مولد يا دنيا غرام في الكارنك بس مفيش اه مفيش حاجات مفيش موسيكل خالص خالص للأسف اه افلام كوميدية بس بتناقش قضية مهمة ناقش قضية مهمة مين المؤسلين اللي بيعملوا قضايا يعني افلام كوميدي بس بيكون فيها قضايا مرجان احمد مرجان ياس طبعا الزعيم يعني افلام الزعيم على فكرة كلها معظمها كده وهاني رمزي افلامه بتناقش قضية احمد حلمي اه سعيدي في الجامعة امريكية كمان اه كانت قضية مهمة كانت قضية كانت قضية اه خلف كان اسم خلف كان فيه بعيس حقي وكان فيه عسل اسود عسل اسود طبعا اوه انا بحب الفيلم ده اوي احمد حلمي فيه فيلم ثقافي فيه خلي الدماغ صاحي فيه خالي من الكوليسترول فيه كمان حس السبعة الحس السبعة طيب بص هحاول اختبرك في حاجة بس ممكن ما نكملهاش لو انت مش تبقى شاطر فيها افهات السينما المصري لا لا ده انا هبقى فاشل فيها فعلا يعني لو قلتلك انسان الغاب طويل الناب لا 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 هبقى فعلا فاشل في كلهم فاشل فيها كلهم اوه ماي جود ده كان كتير قوي ده كان فيلم ابن حميدو لا 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 هبقى هو بعينه وغبوته ووشه العكر متعرفهاش خالص خالص اسماعيل ياسين في القسطول اخويا بقى يمكن يبقى يمكن يساعدني فيه اخوك بيحب السينما زيك اه بيموت في السينما بيموت في اسماعيل ياسين او يعني كنا دايما كنا دايما بنروح اند الفيديو اللي بنقجر الفلام اسماعيل ياسين يجمل انت عرف ان اسماعيل ياسين هو اكتر ممثل اتعمل افلام باسمه يعني هو وبعده كان فيه اعتقد كوكب الشرق مكلسوم ليلى مراد ليلى بنت الشاطئ ليلى بنت ليلى مراد يعني اسماعيل ياسين وليلى مراد اعتقد ومين تاني بس هما دول كانوا اكتر ناس اتعملت افلام باسميهم وكانوا دايما بيعملوا انترو اللي هو الملك المش عارف ايه او اه الرومانسي بتاع يعني بتاع السينما المصرية وفيه كان في انترو معروف اوي مع المخرج الكبير بركات مع فتن حمامة لو تفتكر كان فيه اللي هو الناريشن اوكي كان زمان الافلام كلها معظمها بتبتدي بناريشن اه اوكي يحكوا جزء من الفيلم او جزء من الحياة بتاعت الابطال وبين تقوم داخل على ال اه دي برضو كانت طريقة مختلفة شوية لو سألت امير المصري بتاخد رأي مين في اعمالك وفي اختياراتك اهلي طبعا واخواتي ووكيل اعمالي مدير اعمالي انا عايز اقولك من اول الحلقة وكيل اعمالي مدير مدير اعمالي المانجر المانجر هل الحياة العاطفية في اولوياتك ولا لا يا امير الحياة العاطفية يعني هل وانت في وسط كل الشغل ده وانت بتعمل الكرير بتاعك هل حياتك انت الشخصية العاطفية حطيتها في حساباتك ولا راكنها شوية يعني هل ممكن لو لقيت ارتبطت بوحدة وحبتها ممكن تتجوز ولا تقول لا دي هتعطلني عن شغل دي لا لا خالص مش شايف ان يعني الشخص مش مناسب هيعطلك الشخص المناسب هيبقى في ظهرك مم يعني ام كمل يعني ممكن طيب في اي مواصفات معينة في حد عاجبك دلوقتي عايش قصة حب دلوقتي لو عندك حد عروسة انا اللي اجيبلك اكيد انت عندك اكيد عندك كتير نا اكيد عندك معجبات بس اكيد میشباتك كتير سح؟ يعني بييجي لك فانز كتير عندي اي اي طبعا انديك اي بيبقى في ميسجز كتير اوي اوي بس شخص ليأسف ما عنديش وقت науч اواصففي بس بس ممكن يعني البنت اللي تحب انها تكون في حياتك عاملة ازاي؟ تبقى عندها أصول تبقى عندها نفس التموح زي سواء في الحياة مش كشغل يعني ان تبقى عايزة نبقى في ظهر بعض سواء في الحلو والوحش حاجات اظن يعني حاجات بسيطة بس مهمة حاجات بسيطة بس مهمة في حاجة مثل معين بتمشي عليه في حياتك او مقولة معينة بتحب تمشي عليه في حياتك او الحاجة دينا بداية بقولها لأي حد لو ما سألتش مش هتوصل للنتيجة if you don't ask you don't get so you have to ask and you ask a lot I do ما فيش سؤال خلط او سؤال كل سؤال مفيد حتى لو سؤال فعلا ملوش لازمة ورضو حيفيدك طبعا طيب علاقتك ايه بالسوشال ميديا بيتحسن بيتحسن يعني ساعتنا بحبش انزل حاجة بسي بقول لا ده كويس عشان اعرف اننا موجود وكده ومش بس عشان شغل كمان عشان اقول كمان الفانز برضو اننا بعمل ايه او اشاركهم في الحاجة اننا بعملها اكلتك المفضلة في مصر انا اكيل جدا بجاد؟ زي وانا كمان بموت في الاكل اوي اوي وانا بموت في الاكل بتليك في المطبخ بتطبخ؟ اه بتطبخ؟ انا بحب التطبخ انا على فكرة بتطبخ ايه بقى تحفة؟ لا تحفة ما عارفش ندق ونشوف ونقول لا بحب الحاجات الايتاليانية طب لونك المفضل your favorite color بحب الوقت بحب الازرق الكحلي دلوقتي بحب الزيتي الاخضر الزيتي مين الشخص اللي تقول ان هو غير خط سير حياتك او مصار حياتك الغيّر لأ ناس كتير بصراحة يعني تغيّر يعني الوحيد أو الطريق بتاعك يعني أنت تذهب على طريق طريق و ثم شخص يتغيّر سؤال صعب جدا أنا فكرة فيه ناس بتغيّر أنا عايز أقول لك على حاجة أنه ممكن بمكلمة تليفون حياتك تتغيّر تبقى ماشي على طوق و ماشي يمين مكلمة تليفون تخلي حياتك كلها تروح الشمال أنا كان عندي مدرّسة كانت عندي في المعهد كانت بعتلي إيميل من بعيد كده وبعتتلي بتقول لي أنا بتفرج عليك من بعيد لبعيد ومبسوطة بيك وكمل وما تغيّرش المورالز بتاعتك أنت طول ما أنت بت يعني بتكبر إن دي اللي كسبتك يعني الناس اللي يحبوك أو شغلك أو أصحابك ما تخسرش الصفات الحلوة اللي فيها يعني ما تخليش الشهرة أو ما تخليش حاجة ليها علاقة بالشغل تاخد منك الواعي يعني مين بيخليك لأن ساعة غصبا عننا ممكن تخبط في دماغ لنا بدأ مشهور وبتتعرف هنا وبتشتغل هنا فغصبا عنك ممكن لو مفيش حد جنبك يخليك كده أحد تلقلك على الأرض أصحابي اللي برا المجال تماما طبعا في المدرسة آآ آآ لسا يعني بي يعني بيفوقوني آآ بيفوقوني ومش شايفيني ممثل أو يتعملوا معك عادي جدا عادي جدا عادي جدا يعني بس أنا أنا طول عامي ما كنتش بيبقى حاطة في دماغي أن عندي أهمية أكبر من أي حد تاني عشان أنا دلوقتي ممثل أو أي شيء يعني أعتقد أن إحنا كلنا لازم نبقى في نفس مش ناس كتيرة بتفكر كده وفي ناس كتير للأسف أن الناس اللي حواليها بتضيحها يعني أما أنا النهاردة يبقى حواليك الله ده أنت نجم ده أنت مش عارف إيه ده أنت مش عارف إيه تحس أن أنت بتدي حزال عندك إيجو إيجو عندك بيتضخم فحتى في الآخر بتقع وبتفشل وما بتعرفش حتى تشتغل لأن ده ده خطر جدا يعني الناس اللي حواليك العنطراج اللي حواليك بيكون مهم جدا ناس اللي بتحبك بجد اللي خايفين عليك بجد اللي عايزينك تبقى على طول رجلك على الأرض وبتعرف تختار لأن مهما عليت أمرك ما هتعلق على حاجات معينة في الدنيا فلازم تبقى كده إيه ثابت على الأرض لازم تبقى على العمل حبه ليه بعيدا عن أي حاجة تانية طيب النهاردة لو بقولك عايز تعمل سيرة ذاتية لحد تختار مين سيرة ذاتية سيرة ذاتية يعني شخصية معروفة تقدم فيلم عن حد حقيقي كان موجود أحمد رمزي الله فيك منه إيش معنى بحبه بحبه قوي وبحب شخصيته كنت دايما بتفرج عليه ودايما بقول هو ليد نمبر تول عمر الشريف ومفروض يبقى بطل لوحده يعني أوكي ماشي عمر الشريف بس برضو أنت عندك كارزمة عنده كتير أنا كنت بحبه أكتر ونفسي أعرف قصة حياته يعني أكتر قصة حياته صعبة موجود كان عامل انتروفيو طويل مع أحمد الساقة وكان عامل انتروفيو أكتش حلوة قوي تفرج عليه هو أحمد رمزي وعمر الشريف مع المخرجة إناس الدغيدي ده عايزة أقول لك هتحبوهم جداً وحتعرف شخصيتهم هما الاتنين وقد إيه كانوا جمال وكان تليتهم بقى عمر رشدي أبازة كمان يجننوا يجننوا النهاردة لو طالبة منك تواجه رسالة لحد على الهواء توجيها لمن وتقوله إيه شوف أنت بقى أقول يعجبك يعني ممكن لحد مسؤول لمخرج كبير اللي منتجين ل مين اللي تحب توجيه الورسالة وتقوله مم اللي لسه ما تفرجش على حاشتاج جوزني يتفرج عليه بس بس يا دي التجرون عميان السايت تتعاملة زي نعمل قوي احنا أنا أنا بحبها قوي وبصراحة الكيميا كانت موجودة من قبل ما نبدأ التصوير مم وأنا كنت متمسك بها قوي يعني كنت حابب أن نحن نشتغل مع بعض و آه يعني زي ما هتشوفه يعني في المشاهد يعني تحس إن المشاهد دي مش ما كانتش مكتوبة كانت فعلا حقيقية حقيقية بتستفيد من الصفر بحب أنا الصفر بستفيد طبعا في شغلي كمان بستفيد بستفيد دي أكتر حاجة بممكن بالنسبة لي كأكسبنس بحب أسرف عليه يعني الحاجات الا صفر مش مش اللبس او أو حاجات بشتريها لنفسي لا الصفر بالنسبة لي اهم حاجة أبلى ما أقفى معك عايز أعرف انت إيه اللي خليك تروح لندن أو عشت في لندن ليه؟ انت تولدت هناك ولا تولدت هنا؟ تولدت هنا بس شغل لباباك؟ شغل لبابايا رحت وانا عندي سنة فععت هناك حياتك كلها لغاية دلوقتي وما رجعتوش تاني بحكم ان هو شغله كان هناك انا بيروح بباقي دلوقتي عشان انت شغلك طوام بير هنا واناك بس وقتها دخلت مدرسة هناك وحضانة هناك وجامعة هناك وكل حاجة يعني انت حياتك كلها كلها بريتش سيستم اه بريتش سيستم بس كنت دايما حابب بارجع دايما حابب بارجع كنت بتيجو اجازات؟ كل كل سيفة كنت بقعد بقى شهرين في البداية اول ما كنت صغير ما كنتش حابب سيب اصحابي بقى اللهم في لندن وكدا واجي هنا قعد مع اهلي وجدتي وكدا واناكو ملوخية عايز تبقى مع صحابك طبعا انت صغير طبعا عايز تبقى بس دلوقتي كلما بتكبر كلما بتقدر وبتشوف الحاجات بالطريقة ما بتحسش بغربة لما بتجي هنا خالص لا خال العكس بقى بقى مرتاح ومبسوط ودلوقتي بقى العكس الموضوع بقى بالعكس انها بروح لندن بقى عايز ترجع عايز ترجع مصر شيرين قالت ما شربتش من لها ده حقيقي البلد دي فيها سحر فضيع واعتقد ان في بلاد تانية ممكن يبقى فيها سستم افضل ممكن تكون فيها نظافة اكتر ناس منظمين الحياة بتكون اسهل بتكون اسلث بس انا بشوف ان مصر فيها ميزة مش في اي حتة في العالم وهي الحياة البلد دي فيها حياة ما تسألنيش ازاي رغم كل اللي بيحصل ورغم الصعوبات اللي بتواجهنا بس بتحس دايما ان مصر دي فيها حياة كده ما عرفش لو سألتك مين الممثل او الممثلك كبار اللي تحب انك توقف قدامهم يسرة محبة قوي استاذ عدل الامام برضو مين كمان مين كمان في كتير قوي طيب رأيك ايه في مهرجان الدراما واللي كتت دورة الاولى لي ولسه كان قابل مهرجان القاهرة كان مهرجان جدا اللي هو كان رئيسه النجم يحل فخراني لأ يعني كان منظم قوي عجبني قوي ان كانوا بيدعموا الناس اللي وارا الكاميرا برضو او كمان النجوم اللي كانوا تأثرت قوي الموضوع ده شايف ان وجود مهرجان زي مهرجان الدراما ده حاجة مهمة وكنا مفتقدينها جدا يعني انا شايف انها خطوة تأخرت بصراحة كان مفتقدين موجودة من زمان لان دي مصر مصر دراما يعني صح شايف ده حيفيد الصناع في الدراما كمخرجين ومنتجين وموسلين هيفيد الناس احنا بندعم الناس اللي فعلا تعبوا في شغلهم عشان يكملوا في ده عشان نبقى عارفين اللي ناجح عشان نستمر في نفس الخطوة طيب النهاردة شايف ان الاخر حاجة الصناعة واحنا عندنا مؤتمر المناخ تفتكر الصناعة ممكن تساعد ازاي في مؤتمر المناخ وان كل حاجة تبقى خاضرة الصناعة السينمائية قوة نعمة مفيدة جدا انا شايف ان السينما قوة نعمة اللي هي ان احنا بنوصل الرسالة بس بهدوء بان احنا بن كأنها مراية للواقع للحاجات اللي بتحصل فعلا احنا انا عملت فيلم لكوب 27 وكل المشاهد اللي موجودة في الفيلم حيائية فده بيقص على الناس اكتر انا شايف من ان واحد يقول احنا عندنا عزمة في باكستان وكذا كذا ولازم نعمل الناس بيتوتروا نعم لو احنا عملنا فيلم عنده الناس ممكن يتحركوا اكتر امنياتك في عشرين اللي محبهم قوي وبس في النهاية ايه هو الجديد لامير المصري في الفترة اللي جاية هنشوفك في رمضان في عمل لرمضان نفس والله انا كنت اه اه حشاشين اه وقف كريمة عبدالعزيز اه هل فعلا زي ما اسمعنا بسبب الامكانيات يعني انا سمع ان دلوقتي فيه مسلسلات كتير اوي حتوقف بسبب انا مش عارف الاسباب سمعت كده بس انا عارف ان المسلسل ده ضخم جدا اه يعني قد تلت مسلسلات الزروف الاقتصادية مأثرة السنة دي جامد قوي حتى على الدراما يعني ممكن اه بس انا انا ما حدش قال السبب بس اللي انا عارفه ان ده فعلا المسلسل يستحق ناخد وقت عشان نعمله فمش هينفى نعمله في خلال تلت شهور يعني قبلت كريم انا قبلت كريم قبل كده بس لسه لا ملحقناش نعمل اي بروباط مع بعض ولا اي حاجة بس لا اتمنى ان اقعد معنا انا محبه قوي محبه قوي جميل امير المصري احنا كم بنحبك جدا وبنشكرك جدا ان انا جيت نورتنا وتقييمك السنة دي لمهرجان القاهرة مسي قوي مسي جدا وانا بجد استمتعت جدا ومهرجان القاهرة السنة دي ايه اكتر حاجة عجبتك فيه تقييمك ليه سوفار الورش كاملة استاذها كاملة ابو زكري اتكرمت وكمان الورشة بيلاتار اهم حاجة الاكتشاف الافلام من بلاد التانية الدولة التانية وكمان الشويت فيلمز انا واضح ان اقولت حاجة كتير بس الشويت فيلمز برضو عجبتني جدا من مصر الافلام المصرية كانت اقوى بصراح يعني امش بقول كده عشان احنا في مصر بجد فعلا كانت قوية كانت قوية قوي بشكرك جدا ونورتنا النهاردة في اسرار النجوم وتحب تسمع اغنية ابا قبل واحنا بنختم بعد ما نختم او واو تحب مين مطربينك المفضلين طب ديني تشويس كده ادي في كتير ديني كده لا في عمر دياب في شرين في اصالة في انغام في ويجز في متحد صالح في مصطفى او ما في عبد الحليم ما عندناش عبد الحليم لأ انا جب دخلتلك ورا قوي يعني مين تاني امش تحب جديد قديم ممكن قديم قديم عايز ايهاب توفيق مصطفى امر او ايهاب توفيق ايهاب توفيق خلاص نسمع ايهاب توفيق بشكرك جدا جدا نورتنا تانكيو سو ماتش انك موجود امير المصري فنان شاب شاطر جدا مكتيد جدا ومحاق نجاحات كبيرة اوي 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 كان نفسي ان انا استضيفه اعرف هو بجد التركيبة دي جات منين انت خريج جامعة ايه جامعة رويل هولوي في لندن اوكي علمي نفس بس متخصص في الجريمة اوكي اوف وبعدين دخلت معهد اسمه لامدة سنتين ده بعد ما خلصت بعد ما خلصت ده اكيد موضوع كبير جدا بشكرك وبشكر جدا ميدو معايا على الميكسر حطلنا ايهاب توفيق دلوقتي حالا يا ميدو حالا حالا دلوقتي جاهزها ودلوقتي او حميد او حميد الله ايوه ايوه تحية لحميد الشعيري الكابو بشكر جدا كمان مارو حربي معايا اعداد واستنونا الاسبوع اللي جايه حلقة جديدة واسرار النجوم مني انا اينجي علي تصبحوا على خير سيارة thank you كنتم مع اسرار النجوم مع اينجي علي على نجومف ام ونجومف ام تي في نجومف ام على كيفك